ظهرت ليلة أمس تغريدة غامضة لحساب تابع للجيش الأمريكي على تويرر يدعي القيادة أو يدعى القيادة الاستراتيجية وهو أثار تعامل أين الصورة؟ هو أثار تعامل أو أثار تفاعل واسع وكثير وفضول وتساؤلات طيب يعني هناك عطل في الصور سنتابعها طبعا في إطار هذه القصة التي نتحدث فيها عن هذا الحساب هذا هو الحساب فعلا New Strategic Command خلال عشر دقائق حازت التغريدة على ألاف التعليقات والمشاركات وانتشرت بين رواد تويرر الذين تساءل بعضهم عن معنى التغريدة وجزم البعض الآخر أن التغريدة هي رموز سرية لكون الصفحة تتبع هيئة مسؤولة عن الأسلحة النووية وتسربت بالخطأ إلى تويرر وبعد سرعة انتشار هذه التغريدة والضجة التي أحدثتها في وقت قياسي قامت القيادة بحفها واعتذرت عن التغريدة وطلبت تجاهلها لكن الأمر لم يمر مرور الكرام فاستمرت التساؤلات والجزم بأن التغريدة كانت تحتوي على رموز سرية ما دفع القيادة الاستراتيجية إلى توضيح ما هي هذه التغريدة العجيبة وأوضحت القيادة أن مدير الحساب على تويرر أثناء عمله عن بعد أو من المنزل كما يحدث مع الكثيرين الآن بسبب كورونا ترك حساب تويرر الخاص بالجيش مفتوحاً وذهب لفعل شيء ما فاستغله طفله الصغير استغل الموقف وبدأ باللعب بالمفاتيح لسؤال حظ ومن دون علم نشر هذه التغريدة ليتم حطفها بينما أكد مسؤولون أن الحساب لم يخترق طيب سنتابع بعض التعليقات لأنه طبعاً كان هناك تعليقات ساخرة لطرافة هذا الموقف تناولها البعض نبدأ بطاها الذي كتب وهو ده بالضبط اللي يتقال له لمعيالك أما مروة فكتب معلقاً عزيزي الضابط مسؤول عن حساب الجيش والجيش والنووي على تويتر هاتو حشنة وأخيراً تعليق من عبدالله الذي كتب يقول نطالب بمحاكمة المسؤول عن الصفحة ونطالب بمحاكمة اللي كانوا فاكرين أن دا كود لقنابل نووية ترجمة نانسي قنقر